وبأول فقراتنا اليوم وأول من نروح لضيوفنا حروح باتصال وعبر اتصال هاتفي لسيد عبدالعزيز سنوبر وهو نائب رئيس الجمعية الفلكية السورية اليوم كتير مهم نعرف شو هذا الانقلاب الصيفي اللي صار فجأة وأدى إلى موجة من الهواء والغبار صباح الخير أستاذ سيد صباحك صباح خيرات صباحك خير على طول سيد صباحك أستاذ عبدالعزيز ومثل ما قلنا يمكن مبارح بلش الانقلاب الصيفي كنا نفكرين أن الصيف بلش ممكن من زمان على هو الحرارة اللي صارت لكن عم نشوف كمان بالمساء وبالليل في درجات حرارة منخفضة خلينا نحكي عن درجات الحرارة القادمة والانقلاب الصيفي كيف هيأثر على درجات الحرارة سواء بفترة النهار أو حتى بالليل سيد صباحكم وصباح كل المشاهدين في قناة السبارية السورية الحبيبة الحقيقة مبارح دخل الصيف بشكل فعلي فلكيا طبعا طبعا نحن شعرنا بدرجات الحرارة قبل هذا الشيء كانت بحوالي 20 يوم أو أكثر كانت بدرجات حرارة عالية حقيقة ولكن فلكيا ورسميا ندخل فصل الصيفي 21 حزيران ودخل فعليا مبارح ساعة 9.13 دقيقة صباحا فصل الصيف سيدوم لمدة 93 يوم ونصف تقريبا بإذن الله طبعا ليش اسمه إطلاب صيفي نحن ليش بـ 21 حزيران الحقيقة هدت شيء كله مرتبط بدوران الأرض حول الشمس موقعها بالنسبة للشمس الحقيقة بالأمس كانت الشمس ظاهريا بالنسبة لراسد من فطح الأرض في أعلى ميل شمالي إلى يعني بالأمس عامد الشمس على مدار الصراطان وبعد هذا اليوم اتداء من اليوم ستعود الشمس ستنقلب حركة الشمس بين الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية لذلك نسمي الانقلاب الصيفي يعني كانت عم تتجه الشمس ظاهريا بجهة الشمال يلي بيرائب بحقيقة شروق الشمس في أيام مختلفة بيلاقي أنه كل يوم عم تشرق من نقطة مختلفة عن اليوم اللي قبله يعني بالاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي نحن الشمس تشرق تماما من نقطة الشرط ولكن في فصل الصيف تشرق من الشمال الشرطي وأما في فصل الشتاء فتشرق من الجنوب الشرطي لذلك نحن الصيف نشعر بدرجات حرارة عالية والحقيقة في معلومة عطيفة ومفاجئة شوي لكثير من الناس أنه بفصل الصيف تكون الأرض في أبعض نقطة إلى عن الشمس يعني عكس ما بتوقع الواحد نحن نفكر أنه الشمس أربت بمسارة والأرض أربت بمسارة من الشمس لذلك تتفع الدرجات الحرارة ولكن في الواقع نحن الأرض هي الآن في أبعض نقطة إلى عن الشمس وعلى مسافة حوالي 152 مليون كيلومتر وأما في الشتاء فتكون الأرض قريبة من الشمس بعكس ما هو متوقع طيب بما أنه الأرض بعيدة عن الشمس ليش درجات الحرارة عالية شو اللي عم يصير في الحقيقة أنه الشمس بتجي هلأ بفصل الصيف عمودية على الخصم الشمالي من الكرة الأربية لذلك هاي الأشياء العمودية بتعطي تسخين عالي ساعات النهار مثل ما نحن هلأ منعرف أكبر من عدد ساعات الليل إذن ساعات التسخين أكبر من عدد ساعات التبريد ساعات اللي بتكتسب فيها الأرض درجة حرارة من الشمس هي أكثر من عدد ساعات اللي بتفقد فيها هاي درجة حرارة لذلك دائما نحن فصل السيف هو فصل تسخين وبالأمس فعليا ندخل مثل ما حكينا الانقلاب الصيفي وسيدوم لـ 22 أيلول إذن الله تعالى نعم أستاذ عبدالعزيز سنوبر بنا نشكرك لكل المعلومات وكل شيء سمعنا من حضرتك وتمروا هذه الفترة بخير وسلامي شكرا لنتواجدك معنا عبر اتصال هاتفي وسعد نصر شكرا لكم شكرا لكم